بداية نرحب بي الأستاذ خالد ربابع أهلاً وسهلاً بك في هذه الأطلالة سنستعرض وإياكم مشاهدين مع الأستاذ خالد المستويات الحالية التي يقف عندها المؤشر عام لبورصة عمان إضافة إلى رصد المملكة لنتائج الشركات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي وهو رصد نتفرد به دائماً هذه التحليلات نشكر خالد ربابع على جهدك أيضاً معنا 53% تقريباً ارتفاع المؤشر العام اليوم بعد تذبهم كان صداء إيجابي أو ارتداده إيجابي في المنطقة الخضراء في النصف ساعة الأحيرة نعم إصراء وكما أشرت في المقدمة ارتفاع واضح على حركة المؤشر العام بنسبة تقريباً نصف النقطة المئوية منذ مطلع هذا الأسبوع بداية جلسة التداول منذ بداية هذا الأسبوع وأيضاً يفسي التاحية للشهر الجديد تشرين الثاني يعني جلسة خضراء بامتياز وكما أشرت في المقدمة كنا تقريباً بالاستقرار منذ بداية جلسة اليوم من دمستوية 1800 نقطة يعني كان هناك هبوط إلى مستويات 1798 نقطة ولكن النتائج الإيجابية لبعض الشركات القيادية أدت إلى دفع الأسعار نعم سنستغل الوقت لنتحدث أكثر وبالتفصيل عن إحصائيات أرباح الشركات المدرجة في برصة عبمان في أول تسعة أشهر من العام وسنستعرض بداية صافي أرباح الشركات المدرجة بالمقارنة ما بين 2019 و2018 التي يعني تبين أن هناك انخصاد بسيط إلى حد ما في صافي الأرباح نعم إسراء هذه الدراسة أولاً هي مأخوذة على 187 شركة مدرجة في برصة عمان في السوق النظامي الأول والثاني على 187 شركة قد أعلنت عن نتائجها المالية عن أول تسعة أشهر من هذا العام نلاحظ أن 187 شركة حققت كصافي أرباح بين أرباح وخسائر بمقدار 927 مليون دينار تقريباً في أول تسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 955 مليون دينار تقريباً مع أول تسعة أشهر من العام 2018 ويكون بهذا المحصلة نسبة الانخفاض تقريباً في صافي نتائج الأرباح الشركات المساهمة بنسبة 3% تقريباً ومقدار 28 مليون دينار أتى أسباب الانخفاض إسراء لاحظنا تراجع تقريباً في أرباح قطاع البنوك ولكن قد بقيت الأرباح التشغيلية كما أشرنا في المنطقة الرابحة هو نمو مستمر بالنسبة لقطاع البنكي وغط حافظ على ربحية ووثيرة من أنه نلاحظ أن نشاط القطاع البنكي والمالي له تأثير دائماً على أداء الشركات خاصة في مجال الأرباح نعم من حيث الربحية ومن حيث التوزيعات النقدية يعني ترفع كفة الشركات نلاحظ أننا تقريباً الآن بالنسبة للشركات المزرش تقريباً قريبين من مستويات المليار دينار كصافي أرباح في أول تسعة شهور فقط ممكن أن تزيد هذه الأرقام مع نهاية العام وربما يكون هناك أصداء إيجابية بأن يكون هناك توزيعات نقدية جيدة مع نهاية العام ولكن إذا ما قررنا النتائج النصف السنوية هل برأيك أن المقارنة ما بين 2018 و2019 كانت بنفس خلينا نقول المارجن يعني درجة الانخفاض ما بين تقريباً نحن نتحدث عن 2% من الانخفاض الآن في الربع الثالث بنسبة 3% ولكن نلاحظ هنا الأرقام ما تعكسه أننا تقريباً عند مستويات مليارية من صافي أرباح بالنسبة للشركات المدرجة ونلاحظ أنها شركات قيادية وتوزيع أرباح على مساهمية على الرغم من انخفاض بعض القطاعات وبالمقابل كان هناك نمو لبعض القطاعات مثل القطاعات الطاقة والقطاعات الصناعة الاستخدام سنغوز في موضوع القطاعات يعني التأثيرها وأيضاً الأرباح في كل القطاعات في كل القطاعات خاصة عندما نستعرض أعلى القطاعات الفرعية ربحاً الرئيسية عفواً سنتحدث عن القطاع المالي يعني كما تكن القطاع المالي تسيد القطاعات الرئيسية التي لها صافي أرباح جيد أو حصة من القطاعات الرابحة 15% لقطاع الصناعة و15% لقطاع الخدمة نعم في بورسة عمان كما نعلم إسراء ثلاث قطاعات رئيسية القطاع المالي يحتوي على أربع قطاعات فرعية القطاع الصناعة أيضاً يحتوي على ثمان قطاعات فرعية وقطاع الخدمات يحتوي على ثمان قطاعات فرعية مجموعة القطاعات الفرعية في بورسة عمان 20 قطاع فرعية ويعني كما نلاحظ هنا في الرسم البيانية 70% من 927 مليون قد ذهبت للقطاع المالي الذي يحتوي على البنوك والتأمين والعقارات والخدمات المالية من الجيد أن القطاع المالي تحديد أن نذكر القطاعات الفرعية وهي العقارات والخدمات المالية والبنوك والتأمين والتي تسجل اليوم 70% من حسب التأمين كصافي أرباح للقطاع بين رابح وخاسر 70% قد استحوذ عليها القطاع المالي وتقريباً بمقدار أو بنسبة 15% للقطاع الصناعة وقطاع الخدمات هل هذه النسبة هي ما شكلها دائماً القطاع المالي مقارنة بالقطاع المالي؟ تقريباً على مدى سنوات طويلة إسراء ومن خلال الرصد المتواصل نلاحظ أن القطاع المالي وتحديداً القطاع البنك يشكل الوزن الأكبر من حيث الأرباح وبين حيث الاستحواذ على نسبة الأرباح وبالتالي هذا نرى تأثيره على المؤشر العام عادة في أي ارتفاعات أو حتى انخفاضات والتذبذبات الكبيرة التي يعيشها المؤشر العام سنرى أيضاً القطاعات الفرعية كما ذكرنا أن المالي كان له مجموعة من القطاعات الفرعية بالنسبة للتبغ والسقائر النقل الطاقة والمنافع والاستخراج والتعدين وكما نرى أن البنوك تستحوذ على نعم هنا أعلى خمس قطاعات من حيث الربحية نلاحظ أن قطاع البنوك سرى كما نلاحظ هنا قد استحوذ تقريباً وقد شكل صافي أرباح على الرغم من انخفاض صافي أرباح البنوك تقريباً كـ 642 مليون دينار في عن أول تسعة أشهر أرباح جيدة جداً بالنسبة للقطاع البنكي ونلاحظ أنها تشكل الوزن الأكبر من صافي أرباح الشركات والقطاعات المختلفة في برسة عمان في المرتبة الثانية قطاع الاستخراج والتعدين لاحظنا البوتاس العربية وزيادة أرباحها تقريباً يعني قد شكلت تقريباً حوالي 127 مليون دينار وفي المرتبة الثالثة 57 مليون دينار نلاحظ أنه قل لقطاع الطاقة والمنافع و29 مليون قطاع النقل و26 مليون دينار لقطاع التبغ والسجنة نتحدثنا عن عدد الشركات في هذه القطاعات يعني ماذا تشكل بالنسبة لنسبة الشركات أو من ال 178 شركة تقريباً تحدثنا في برسة عمان هي 187 شركة ولكن نلاحظ محدودية الشركات محدودية الشركات بالنسبة للأرباح يعني نلاحظ أن القطاع البنكي يحتوي على 15 بنك مدرج في برسة عمان يعني على الرغم من 187 شركة إلا أن أعداد الشركات محدودة نوعاً ما يعني لا تتجاوز عشارة الشركات نقل أنا عشرين شركة بالنسبة لإستحواذ على الأرباح يعني تقريباً من 20 إلى 22 شركة هي لها النسبة الأكبر من الأرباح تقريباً ربما أكثر قليلاً تقريباً نعم بهذا الرقم تقريباً صحيح سنستعرض أيضاً القطاعات الفرعية والخسارة في هذه القطاعات ما بين صافي الخسائر نتحدث عن العقارات يمكن هي التي ضغطت أو تعرضت لا ضغوط سحبت القطاع المالي إلى خل ربيني يعني هنا كصافي خسائر ست قطاعات مدرجة من أصل 20 قطاع كما أشرنا إسراء هذه أعلى خمس قطاعات من حيث الخسائر نراحب أن قطاع الصناعات الإنشائية يعني قد حقق خسائر أو كصافي خسائر تقريباً حوالي 13 مليون دينار عن أول 9 أشهر في المرتبة الثانية قطاع الأدوية بحوالي 6 مليون والإعلام بحوالي 4 مليون الخدمات المالية 3 مليون 600 ألف وقطاع العقارات 3 مليون و400 ألف دينار كصافي خسائر نلاحظ أن أعلى خمس قطاعات من أصل 6 قطاعات قد تحقق خسائر هذه تقريباً مشكلة حوالي تقريباً 30 مليون دينار عن أول 9 أشهر فنستغل الدقيقة الأخيرة معنا ونستعرض مجموعة الأرباح والخسائر بالنسبة للقطاعات كما نرى أن 900 تقريباً نتحدث عن مليار قرابة مليار 14 قطاع رابح كصافي أرباح قد كان في جموع أرباح تقريباً حوالي 959 مليون دينار عن أول 9 أشهر من هذا العام ومجموعة خسائر القطاعات الخاسرة شكلت حوالي 32 مليون دينار عن أول 9 أشهر من هذا العام بالمقاصة سوف يكون الفرق تقريباً كصافي أرباح بينها رابح وخاصة 927 مليون دينار عن أول 9 أشهر ماذا عن حسة كل قطاع من إجمال الأرباح الآن سنستعرضها البنوك كما ذكرنا تستحوث على 67% تقريباً من إجمال الأرباح الاستخراج والتعدين 13% 6% الطاقة والمنافع النقل 3% نعم كما أجرنا إسراء 14 قطاع حق أرباح بمقدار 959 مليون دينار عن أول 9 أشهر نلاحظ أن نسبة 67% قد ذهبت للقطاع البنكي من ضمن القطاعات الرابحة في المرتبة الثانية استخراج التعدين 13% و 6% للطاقة والمنافع و 3% للنقل و 11% فقط بباقي القطاعات نعم من الواضح أن البنوك احتلت بسبب أن الخدمات المالية وأيضاً العقارات كان لها خسائر يمكن دفعت بها إلى أقل نسبة أرباح أنعم ربما صحيح خالد روابع شكراً لوجودك معنا يا أهلاً 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 وسهلاً بك دائماً معنا في هذه الإطلالة و شكر موصولكم مشاهدين على وجودكم معنا في إطلالتنا لبرصة عمال ملتقين غداً الأثنين في تدولة جديدة إلى اللقاء